وقاية تحلو. سباح النور احسان. سباح الخير وسلامة. اش عالنا اليوم? اليوم اش نعملو غاتو تاتان بالفخيس. مستنسيين بالتاخت تاتان بالفخيس. نفكر ان اللي يسمعوا فينا تاخت تاتان اللي هي تكون الباز انتاحها تاخت. وتاخت تاتان اه اللي هي تكون بالتفاح وكراميل وتكون مقلوبة معلها يتحطوا معلها تفاح والكراميل كل من لوطة. وبعد نقلبوها تاخت تاتان واللي معنى هاللقفين تاحي واللي هو اللي على وجهة. وهذاك علش اسمها تاخت تاتان وهي مستنسى بالتفاح واني بش نعملو تاخت تاتان بالغاتو. بدو مش تولي غاتو تاتان بالفخيس. مدوك بش تتعمل خليني نقول كيلوغي كي ما رو في التصوير انتاعنا. بزينا برشا وبنينا برشا يسختو توا سخت الماء رانا ما انتا مزيل فم موجود الفخيس وسخت الما فما يشكون زادا عمل لالконجلازيون انتاع الفخيس خاطر نجمو نستحفظو على الفخيس في الكنجلاتور نجمو نخليوه مع تالناتور ونحطوه في الكنجلاتور وإلا نعمله بالسكر ونحطوه في الكنجلاتور. دونك فما ديفيرنت فاصان اليوم بش نخليو الفخيس يقعد نستحفظو عليه حتى لمدة عام في الكنجلاتور. دونك الوسفادي اللي بش نعتيها أنا حسب التقريب بوهي برسان ثمانية من نس. دونك تحضير انتاحة فيسعة فيسعة خمسناشن دقيقة. والتطيب في الفوق خمسة وثلاثين دقيقة. دونك دجرين تعال ديفيكلتي سهلة. معنى ما هيش وصفة صعيبة. وبو مخشي معنى ما هيش مكلفة برشة. دونك الوصفة انتاعنا. آآ كل عادة اللي عبادة اللي تسمع فينا اللي قاعدة تسوق والا قاعدة تخدم متنجا مش تقايد الوصفة انتاعنا دونك مش نلقاول فيش تكنيك في وسطش الفيديو تعال يوتيوب شان اكس بخسة فهم. دونك حاجتنا بستمئة جرام فخيس. مية وثمانين جرام فارينة. حاجتنا بيتين جرام زبدة بش نخليو شوية زبدة للمول معتا نزيدوها على المية الجرام هيدوكم. مهي. ثمانين جرام سكر سكر انبوتر. ثلاثة كعبات تعظم. بش نستعملو شوية حليب. ثلاثة مغارف ميكلا حليب. وثلاثة مغارف زيدة. اه نج مستعملو سكر غو وإلا سكر زيدة معتا بش نعملو اللي في كا غامل يزي. وحاجتنا دوك بمغير فا انتا قهوة خميرة انتا غاتو. دونك هذيك عالش قلنا هونيسي غاتو تا طعم مهيش تاختة تاختة حاجة ديفيرانت. دونك التحذير سهل عالاخر فيسعة فيسعة بش ناخذو المول انتاعنا. دوك كيما قلت بش نحطو عليها كالسكر غو وإلا السكر معتا ثلاثة مغارف اللي قلنا عليها متاع السكر. دونك دي بتيت ترانش معتا كأننا بش نعملو تاختة لفخيز. دونك بش نقصوهم دي بتيت ترانش. وبش نحطوهم الكل على السكر هذيك. دونك عنا المول اللي عملنا فيه شوية زبدة. نحطو السكر نتاعنا ثلاثة مغارف. ونفا دي سبوزي لفخيز نتاعنا. نعملوهم كأنهم في فورمة غوز. معنا هي تكون مزيانة. معنا تفنو نحطوهم جست هكي كصبة واحدة. نحاولو نزينو خاطر هذيك اللي مبعد بش يعطينا المنظر نتاع التاخت مزيانة. بش ناخذو مبعد دونك نخليو دونك المول هكيكة ناخذو نحضرو الباتن تاعنا نتاع القاتو. دونك بش ناخذو زبدة تاعنا اللي كنا خرجناها من الغفخي جيغاتوخ تكون معنا تا السيترية بش نزيدو عليها السكر دونك بش نخلطوهم اللي بش تعطيها كأني في كريمو بش نزيدو عليها دونك العظم نحطو معاها الحليب ونزيدو في اللخر الخميرة نتاع القاتون نتاعنا نخلطوها الكل مع بعضها بش تعطينا دونك الباتن تاع القاتون تاعنا وبعد بش نحطوها دونك فوق الفخيز نتاعنا لك دونك كما قلنا السكر الفخيز ونكملو بالباتن تاعنا نتاع القاتو نحطوها دونك في الفوق اللي نكونو سخن نعمية ثمانين درجة دي ما نقولو ما يلزم نسخنو الفوق قبل ما نحطو القاتو خاطر ديك اللي بشعتي. مش طول ان نحطو القاتو. لا 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 احنا دايجا قبل ما نبدأوا نحضروا الوصفة تاعنا. نبدأو اول حاجة نسخنو الفوق تاعنا مية وثمانين درجة. دوك نحطو دونك لغاتون تاعنا يتيب دونك مدة خمسة وثلاثين دقيقة. دوك مبعد دونك اه انفوها مع انتكامنا بش نخرجوه ونا بش نقربوه على وجهه معليها اما مدامو هو سخون. دوك مش كما اللي لغاتو تاع العادة وإلا لكيك دي ما انا نعطي الاستوس نتعكي نخرجوها من الفوق نخليوهم شوية يبردو شوية لطن اللي نديو شوية بش ما يشدرناش القاتون تاعنا في الموت. ماذا العكس? العكس خاطر هو بش يعطي اللي في كاراميليزي كسكر بش وزبدة بش يتفعلوا بش يتحلوا ويعملوا كل في كاراميليزي في الفوق. دوك مش خليوهم يبردوا مبعد لك الفخيز ينجم يلصق فيك الكاراميل. دوك ينقلبوه ما يتقلبش فسيلا. دوك بلا. دوك راول لقاتون تاعنا في التصويره في الشين يوتيوب اه اكس بخس افم. دوك بش يعطي معنتا منظر مزيين برشا. نجمو ناكلوه تيات. ينجو كمان نجمو ناكلوه مع بارد. دوك يتاكل بالمعنط اللي حب حاجة سمونا ولا حاجة بارد. كل عادة نحطو برشا حب في الوصفة تاعنا وندخلو كوزينتنا عاملين برشا جاو. يعطيك صحة. يعيشك. شكاليك احسين احنا ما زلنا مواصل